جرى اتصال هاتفي مساء أمس بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس قيس بن سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة واستعرض جلالة الملك المفدى مع الرئيس التونسي العلاقات الأخوية الوثيقة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وعرب جلالته عن أصدقي تمنيته للجمهورية التونسية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار والنماء والأمن والاستقرار بقيادة فخامة الرئيس قيس بن سعيد ومن جانبه عرب الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على جهود جلالته في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين متمنيا لشعب مملكة البحرين المزيد من الرفع والرخاء والتطور تحت قيادة جلالته الحكيمة